اشتركوا في القناة ومعين خاطر ببالك لكن عم تتفاجئ انه هذا الاسم في احد الاشخاص مستخدمه من قبل وما عم تقدر تبدل اسم حسابك على البوب جي بالاسم اللي انت بتريده لانه مستخدم من قبل شخص اخر فبهذا الفيديو جايب لك الطريقة الصحيحة حتى انت تغير اسمك باسم معين انت بتختاره حتى ولو كان احد الاشخاص مستخدمه لكن بزغرفته من زغرف الاسم باللغة اللي نحن عم نكتب فيها وبالطريقة اللي نحن نريدها وايضا منكسب بتغيير اسم حسابنا بالاسم اللي نحن نريده لتعرفوا كيف وشلون فقط ابقوا معين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كنا اصدقاء ارجعت لكم من جديد مثل ما ذكرت ببداية الفيديو حاليا رح اشرحهم طريقة رائعة جدا نقدر من خلالها نغير اسم حسابنا على بوب جي موبايل حتى وان كان احد الاشخاص مستخدمي الاسم اللي نحن حابين نغيره ببوب جي موبايل بطريقة مزغرفة لكن شباب قبل ما بلش رحي الخطوة بتمنى منكم اول الشي تدعموا قناتنا هاي لتوصل لتنين مليون مشترك نعم شباب نحن ندفن الوصول بالقناة لتنين مليون مشترك لهيك اصدقائي بتمنى منكم تساعدونا للوصول لتنين مليون مشترك في اقرب وقت ممكن وبتمنى منكم ايضا تفعيل زر الجرس اللي موجود اسفل هذا الفيديو طبعا شباب اذا انت ما عندك بطاقة اي دي الخاصة بتغيير الاسم بامكانك تشتريها عن طريق الشبن على ما اعتقد موجودة بالمتفرقات مثل ما هذين امامكم سعره 180 شدة موجودة بالشبن او بالمتجر بقسم المتفرقات بامكانك تشتريها بقيمة 180 شدة طبعا انا اشتريتها ما كانت موجودة عندي حتى اشرح لكم شرح منها بكل بساطة بتوجه الى المخزون عندي بتوجه الى اسم بطاقة اي دي وبحط لها على استخدام مثل ما ملاحظين امامكم او بالطريقة الاخرى هي بضغط على اسم ملف الشخصي وبتوجه الى اعداد الضبط وبحط على علامة الاسم او تغيير الاسم بامكان ادخل الى اعداد الخصوية استخدام لكن اسهل طريقة هي ان يتوجه على المخزون وتوجه الى بطاقة تغيير الاسم وحط لها على زر استخدام مجرد ما حطت على زر استخدام على سبيل المثال أنا في عندي اسم معين حابب اكتبه على سبيل المثال بدي اكتب في الفطرات احمد بكل بساطة اذا اكتبت على كلمة احمد وحطت على اوكي وحطت على موافق فاذا حطت على تغيير اسم مستعرفة لاحظ انه في احد الاشخاص مستخدم هذا الاسم فشو الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة اني احزف الاسم وبيجي على الاسم على سبيل المثال حرف اسمي حرف ايه اذا بضغط عليها مثل halo اممكم ينادي حرف الاحرف الا بكل بساطة اختار حرفo i what is told على سبيل المثال هذا الحرف مثلβا issues بعد منها بكل بساطة حرف th بكتبه مثل مهو حرف the m بكتبه مثلما هو حرف a فليفترض ايتم اغييرته بكتب في اصنع الاشيارةiene بعد أثناءспناء احمد w contact me و Cody بحطت لقب مثلا فليفترض انا عادة اكتب او بي ان بالبداية على السبب المسال بدي ارجع للبداية في الفترة بكتب حرف الا ايضا مثل الموحزين عندي احرف اي بيكون بهذا الشكل حرف الاب وحرف بعد منها حرف الان بهذا الشكل ايضا بقدر غيروا مثل الموحزين امامكم حطيت زغرفة بعد منهم بكتب مثل ما زكارت احمد بكل بساطة حرف الا حرف الاش طبعا انا لازم اذا بفضل الاحرف الكبيرة بهذا الشكل بعد منها بختار الاحرف المزغرفة بهذا الشكل بعد منها بعد ما حط بحط على اوكي مثل ما ملاحظين امامكم كيف طلع عندي طبعا انت بإمكانك تحط فواصل بين الاو بي ان وبين الاحمد عن طريق استخدام احد الفواصل التالية اللي موجودة داخل كيبوردك مهما كان يكون النوعه مثل ما ملاحظين امامكم بهاي الطريقة بيكون احنا شرحنا اشلون من غير اسم حسابنا الى اسم مزغرف في داخل بوب جي موباي بتمنى ان يكون افادكم وعجبكم هاد الفيديو اشتركوا في فتح